يقول بالنسبة لزكاة الفطر أغلب الناس يقولوا ما نريد أكل وإنما نريد نقود يعني أو يعني فلوس وكذا يقول ما الحكم أخي ابن محمد من العراق بارك الله فيك بالنسبة لزكاة الفطر فريضة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر رمضان مقدارها صاع على المسلم وعلى كل من يعول يخرجها في آخر أيام رمضان قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ورخص بإخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين بالنسبة لجنس المخرج جماهير أهل العلم جماهير أهل العلم على أن زكاة الفطر تخرج طعاما لا نقودا تخرج طعاما لا نقودا في مذهب من المذهب الفقهية من مفرداته أنهم يخرجونها نقودا إذا احتاج الناس مثل ما ذكرت أنت قالوا إذا احتاج الناس يخرجونها نقودا فلذلك الأصل طعام كما في حديث ابن عباس حديث ابن عمر حديث ابن سعيد الخدري كان يخرجونها طعام مع وجود الذهب مع وجود الفضة فلذلك الأصل أنا تخرج طعام ودعوة أن الناس بأن والله أنا أحتاج إلى نقود يعني نكون واقعيين يعني ما الذي يحتاج هذا الفقير بمبلغ مثلا سعره مثلا نقول 15 درهم عندنا مثلا ما هي الحاجة والضرورة التي تجعل الفقير يقول لا أعطيني 15 درهم ولا تعطيني طعام طبعا الطعام ما بشرط أنه يكون مطبوخ لا يطبخ وإنما يجمع لكن الفقير هذا لو اجتمع عنده مثلا مجموعة صدقات من الطعام جاز له أن يبيع هذه الأطعمة ويكسب من ورائها يحصل على يعني مبالغ وأيضا فيها حركة للاقتصاد الطعام هذا لما يكون متداول بيعا وشراءا في تحريك للاقتصاد بخلاف قضية النقود هذه التي قد تصرف فيما لا نفع فيه فلذلك يعني أعتقد عندكم المذهب اللي يعتمد هي قضية إخراجها نقودا الأمر في هذا عموما واسع لكن ما في شك بأن الأفضل الوقوف على النص تحريك جزء